خلي يكون المواطن هو الفاصل بيناتنا وأروح لأنني استطاعي سألت الشارع والمواطن العراقين هل تؤيد إقامة الإقليم السني في العراق؟ 85% قلوا لا نعم خلص رأيهم هما أنا شعلي أنا علي المحافظاتي أنا خلي السفتاء هو يعني هذا 85% هم تشوي المحافظات؟ لا كل حال أنا أسوي السفتاء أنا الدستور قال إذا 10% وافقه الدستور يقبل الطلب فسوي السفتاء وخلل إذا حصلت عسل بينا ما حصلت إذا خلق إليه لك أنت مشروعك فاسق طيب أستاذ أبو ميثاق المساري يعني 15% موافقين على إقامة الإقليم بما معنى أنه أكون مسببات لهذه المطالبات بإجاز أستاذ أبو ميثاق نعم بكل تأكيد لها مسبباتها واللي راح يمنع إقامة الإقليم هو امتيازات الحلبوسي وامتيازات الخنجر وامتيازات محمد تميم وامتيازات الحلبوسي الآخر لرئيس لجلة النفط والقاز وكل هذه الامتيازات والليارات التي تتساخلها هذه المناطق والذوات المحترمة سوف تمنع هذه الأحلام هذه أحلام يقضى هذا مال أنه أسوي قليم وأصدر تشريب وأصدر حقول وأصدر سبيس على قولة محمود الهائز خالق الرهات والله أخي أتمنى أن تكون أسلوب الحوار أسلوب تشارك لا 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 تكون هذا مردودة أنا محمد الرام وأنت تتربع العقا لك أنت تربع العقا أنت ما يسر حتى تتربطوا المحامل يا ولي أنت تبطيني الحات محامد جاوبك محمد جاوبك أن لازم يربطك بعقالك يا ولد خلي أحيح 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 اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة